طيب بمناسبة قيمة الأهل في محمد الشناوي امتى أصيب محمد الشناوي؟ الشناوي أصيب في مباراة مصر وكودفوار بإصابة في العضلة الخلفية ومباراة مصر وكودفوار في أمم إفريقيا كانت يوم 18 من شهر يناير الماضي يعني بالضبط كده والنهاردة يوم 14 كل عيد حب وإنتم طيبين ربنا يا رب يجي على حياتكم كلها حب وسعادة يا رب أجمعين بالنظر يعني للتواريخ كده فتقريبا بقالوا 18 يوم مصاب وبيتعالج الإصابة يبدو أو كانت تبدو وقتها أن هي هتستغرق وقتا أطول محمد الشناوي قال للأهلي جاهز يا ابني مش جاهز والله جاهز ماتش الهلال ده خلاص كمان كم يوم جاهز فده اللي عامل حيرة أي نعم تاريخ محمد الشناوي مع الإصابات نفتكر مباراة ليبيا ومصر لما اتعرض للإصابة ونزل مكانه أبو جبل كانت قال وقتها من جانب الأهلي بشكل رسمي أنه يستغرق العلاج ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع للعودة للملاعب تاريخه يعني بيقول أنه هو بيعرف يرجع بسرعة كان وقتها قاعد 18 يوم بس برضو رجع شارك فهو بيقول ساعتها وبيتكلم طول الوقت أنه أنا بعرف أقيم نفسي وأنا عارف أن أنا هعرف أشارك لكن وجهة النظر الطبية من جانب الجهاز الطبي في النادي الأهلي بتقول أنه لأ حتى مع إحساس اللاعب أنه تعافى وجاهز للمشاركة فمن الأفضل ألا يتم المغامرة به في مواجهة الهلال السوداني اللاعب من جانبه بيقول أنا جاهز وهو حاسبها من ناحية أن الأهلي محتاجني وحاسبها من ناحية أن أنا كمان محتاج أرجع لاستعادة مكاني الأساسي مش مع الأهلي لأنه ده يبدو مضمونة نوعا ما لكن مع منتخب مصر اللي كان افتقد مشاركاته لكن أظهر مشاركات محمد أبو جبل اللي تقلق فيما تبقى من البطولة وإحنا مقبلين على تصفيات كأس العالم مواجهتي السنجال الشهر المقبل بإذن الله